يقول بعد ذلك رجع الإمام الحسين استقبلته زينة بني أسمع صوته تسأله عنا أبا عبد الله استخبرت أصحابك نياتهم أخشى عليك أن يسلموك عند الوثبة واستكاك الأسنة ذهب نافع أو هلال بالنافع رواية أخرى بورير أيضا سمع الكلام إلى أين إلى حبيب بن مظاهر وإذا حبيب بن مظاهر جالس مع أصحابه ماذا تصنعون يوم عاشوراء ننزل إلى المعركة نحن نتقدم أم تدعون الهاشميين يتقدمونكم لماذا إذا جئتم أنتم التفت إليه نافع قال حبيب أنا الآن سمعت منظر وشاهدت مشهد أثر بقلبي بشكل عجيب قال وما هو المشهد قال رأيت السيدة زينب تسأل أخاها الحسين سمعتها تقول استخبرت أصحابك نياتهم إذا عندك قدر الروح انطمن قلب زينب سلام الله عليها فنذهب نحن قام حبيب وقف يا أبطال الصفاء فرسان الهيجة فخرجوا إليه من مظاربهم مثل الأسود هلموا هلموا وإذا بن هاشم خرجوا يقدمهم أبو الفضل العباس رامل عمامة من على رأسه حبيب لبيك حبيب لمثل هذا اليوم ادخرني والدي أمير المؤمنين حبيب قال أبو الفضل أبو الفضل عد إلى الخيمة لا سهرت عيونكم إحنا خدامكم مادام إحنا موجودين كونوا أنتم فطمئنين وفي راحة أنا عندي شغل مع أصحابي أريد أن أزحف بهم إلى خيمة الحسين زحفا فجاء بهم إلى خيمة الحسين وقف قال السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة هذه سيوف فتيانكم أبوا أن يغمدوها إلا في جماجم أعدائكم اطمئني زينب الحسين قال أخيه يظهر سبب مجيئهم هو كلامك فقومي وكلميهم يا نور عيني قامت زينب اتزرت بأزار أمها فاطمة بحجاب الزهراء وقفت وراء الستر قالت أنسبوني معرفة من أنا أنا ابنة الضارب بالسيفين أنا ابنة الطاعن بالرمحين الله الله بنا يا محيين الليل بالعبادة يا معرفة من الاسلام الله حسين حسين اشتركوا في القناة